رماد الزعيم الكوبي الراحل في دالكاسترو اختتم السبت رحلته التي دامت ثلاثة أيام في سانتياجو دي كوبا المدينة التي شكلت مهدى الثورة الكوبية وستشهد المدينة نفسها جنازة كبيرة غدا الأحد الموكب الجنائزي المرافق للرماد الذي وضع في صندوق من خشب الأرض ولفة بعلم كوبا جاب شوارع المدينة الجنازة التي وصفتها السلطات الكوبية بالخاصة من المفترض أن تجرى في تكتم بعيدا عن وسائل الإعلام لتختتم حدادا وطنيا استمر تسعة أيام بعد وفاة كاسترو مفاجئة رأول كاسترو شقيق في دال وخليفته على رأس البلاد منذ العام 2006 من المقرر أن يلقي خطابا أمام مئات الآلاف من الأشخاص وسيواري رامادو كاسترو الذي توفي قبل أسبوع عن تسعين عاما تراب مقبرة سانتا إيفيجينيا دي سانتياجو بالقرب من ضريح بطل استقلال كوبا خسيم مارتي